عظم شهيدك كل دم يسيل على أرض مصرية عظيم الجاه قول كل حرف في اسمه وتهجاه النهاردة مصر بتحتفي وتحتفي وتحيي ذكرى يوم الشهيد ذكرى التضحية ذكرى التحدي ذكرى الدم الطاهر اللي سال على الأرض عشان يحرر البلد ويطهرها من الأعداء والمحتلين ذكرى 9 مارس ذكرى غالية جدا في ذاكرة كل المصريين اليوم اللي استشهد فيه الفريق البطل عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق أثناء وجوده على الجبهة بين أولاده من أبطال حرب الاستنزاف عشان يوصل رسالة واضحة للعدو أن قيادات القوات المسلحة بين أبنائهم في الصفوف الأمامية على الجبهة يوم الشهيد يوم الفخر لكل المصريين يوم كل أسرة مصرية يوم التضحية يوم بنحكي فيه عن قصص الوفاء والتضحية اللي بتعتبر مصدر إلهام لكل جيل بيتولد وبيظهر قصة دفاع عن تراب الأرض قصة دفاع عن شعب علشان يعيش في أمان واتمئنان واستقرار يوم الشهيد يوم الفخر لكل مصري يوم الفخر بشهداء جيشه وقواته المسلحة اللي بفضلهم مصر طهارت واستردت أرضها بالحرب والسلاح والقتال في ميدان المعارك وبالسلام والتحكيم وأيضا بالقضاء شهر مارس الحقيقة هو شهر العزة والكرامة والتضحيات شهر بنبدأه دايما بذكرة يوم الشهيد ومكمل معانا بذكرة استرداد وتحرير أرض طابة ذكرة بنحتفل فيها بنسحاب آخر جندي إسرائيلي من آخر نقطة في سيناء بعد الانتصار الكبير اللي حققه الجيش المصري في أكتوبر 73 كمان كان فيه انتصار دبلوماسي حققناه في معركة التحكيم الدولي النهاردة جزء من حلقتنا حتكون من طابة عشان نسمع حكاية الأرض اللي استردت بتضحيات شهداء وبكفاح الشرفاء اللي رجعوها بالسلم وبالتحكيم حكاية عنوانها طابة من التحرير للتنمية والتعمير جزء الحلقة الأكبر النهاردة حيكون مع محمد الشازلي من أرض طابة واللي موجود هناك دلوقتي خلينا نصبح عليه ونعرف كل التفاصيل صباح الخير عليك يا محمد يا صباح الخير عليك يا محمد وصباح الخير عليك يا منا وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصري في كل مكان أهلا بحضراتكم وكل سنة وحضراتكم طيبين كل سنة وشعب مصر كله طيب وبخير بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد كل سنة وكل أهالي الشهداء طيبين لأنهم ضحوا بأرواح أبنائهم كل التحية لأرواح الشهداء اللي ضحوا بأنفسهم من أجل رفعة هذا الوطن طبعا ما فيش شك وإحنا بنحتفل بيوم الشهيد وفي هذه الأيام بنحتفل بذكرى غالية على قلوب كل المصريين ذكرى استرداد طابة يمكن قصة طابة الأجيال الجديدة يمكن ما تعرفش عنها التفاصيل المهمة اللي كانت في هذه المعركة أكبر معركة دبلوماسية حصلت فيها تاريخ الحديث طبعا معركة طويلة جدا وخادت مجهود كبير جدا من الفريق المصري لكن كانت نتيجتها إن احنا نحصل على حكم والأهم إن احنا ننفذ هذا الحكم بعد حرب أكتوبر 73 مباشرة كان من المقرر تمشي من سيناء كلها من شبه جزيرة سيناء كلها فاللي حصل طبعا هو المعتاد عنهم سياسة الممطلة بعد توقية اتفاقية كام ديفد في 79 كان من المقرر أن هم يمشوا في 81 لكن أجلوا ووصلنا ليه سنة 82 وتحديدا 25 إبريل سنة 82 بتمشي كل القوات الإسرائيلية الموجودة معادة بعض النقاط برضو نتيجة الممطلة من أهم هذه النقاط هي نقطة 91 الحدودية اللي هي طابة واخترعوا عليها بقى مجموعة من النقاط الأخرى وصلوا ل 14 نقطة عليها خلاف النقاط دي مصر قررت في سنة 85 إنها تشكل فريق لزهاب للمحكمة الدولية برئاسة السيد نبيل العربي الأمين العامل جامعة الدول العربية السابق ومع مجموعة كبيرة جدا من المختصين والدبلوماسيين والقانونيين والمتخصصين في المساحة والخرائط بالإضافة أيضا إلى الاستعانة بشهود العيان والزهاب إلى المحكمة الدولية من أجل استصدار حكم بحقية مصر في هذه النقاط وبالفعل يصدر الحكم في سبتمبر من عام 88 لكن بعد الممطلة وفي النهاية كانت مصر قوية في هذا التوقيت وكلمتها كانت قوية جدا فنتيجة ده بالفعل خرجت إسرائيل ونفزت هذا الحكم فيه 15 مارس من عام 89 ورفع العلم المصري على أرض طابة فيه 19 مارس من عام 89 طبعا معركة دبلوماسية كبيرة جدا قضها الفريق المصري في هذا التوقيت وقام بجمع عدد كبير من الخرائط والمواثيق والأدلة والاستعانة بشهود العيان وبواقي الأعمدة اللي كانت موجودة وعليها الأرقام في الحدود في هذا المكان هذه المنطقة لفترة من الفترات بعد العدوان السلاسي على مصر كانت تحت الوصاية الدولية أو كان فيه قوات دولية لحفظ السلام في هذه المنطقة مصر برضو دورت على هذه القوات كان طبعا قوات دينماركية ويوجوزلافية دينمارك رفض التعاون مع مصر في هذا الأمر لكن يوجوزلافية وتحديدا كان فيه ثلاث ضباط هما اللي تعاونوا مع مصر في هذا الأمر وبالفعل أثبته بأن هذه المنطقة هضبت طابة أرض مصرية خالصة مجهود كبير جدا يشكر عليه كل الفريق الدبلوماسي المصري ويبيؤكد حاجة واحدة فقط إن مصر ما بتسيبش حقها إن مصر ما بتفردش في أرضها مهما كانت الظروف ومهما كان الوقت إحنا نكون مع حضراتكم على مدار ثلاث ساعات في حلقة مهمة جدا من صباح الخير يا مصر هنحتفل مع حضراتكم بيوم الشهيد بالإضافة إلى فقرات متنوعة من طابة منذ استردادها وحتى الآن إيه عمال التنمية اللي تمت في هذه المنطقة بنصبح لحضراتكم مرة تانية أهلا بيكو وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر شكرا